ايران الرأس المدبر للهجمات التي استهدفت منشآت ارامكو النفطية شرقية السعودية مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع السعودية قدم ادلة اضافية حول التورط الايراني بتفاصيل لا تدع مجالا للشك بان النشاط الايراني يكبر ويتفاقم رغم الوعود الامريكية بكبح جماحه صواريخ كروز وخمس وعشرون طائرة مسيرة ايرانية من نوع ديلتا وينغ نفذت الهجوم على معملي ارامكو النفطيين فأدت الى اضرار كبيرة في قطاع النفط السعودي الهجوم الذي حصل ضد منشآت بكيغ ومنشآت خريس هو امتداد للهجمات السابقة التي حصلت في 14 مايو 2019 وستشاهدون ان النظام الايراني يهاجم البنى التحتية المدنية تورط ايران ليس بحد ذاته الغرابة في الحدث انما باي ذراع تم هذا الاستهداف اصابع الاتهام لم تشر هذه المرة الى ميليشيا الحوثي طرف اخر دخل على خط الاستهداف المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اكد ان الهجمات لم تأتي من اليمن وانما جاءت من شمال المملكة هناك ثلاث صواريخ كروز سقطت قبل الهدف وكان اتجاهها من الشمال الى الجنوب وقد استعدنا كل الثلاث صواريخ باستثناء واحد حديث ترك المالكي يتطابق مع ما كشفته شبكة سئننا الامريكية عن ان الهجوم على ارامك طلق من قاعدة ايرانية قريبة من الحدود العراقية ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة ان الصواريخ اطلقت من الحدود الايرانية العراقية في حين اطلقت الميليشيات في العراق الطائرات المسيرة التي حلقت فوق سماء الكويت قبل توجهها الى السعودية لاخفاء مصدر اطلاقها تورط ميليشيات الحشد في هذا الهجوم بشكل مباشر من شأنه ان يفتح باب التساؤلات واسعا عن قضيتين الاولى عن غياب الدور الامريكي في منع الهجوم قبل وقوعه باعتبار ان الاجواء العراقية مسيطر عليها امريكيا اما الثانية فهي عن جدوى قتال ميليشي الحوثي في اليمن وترك ما هو اخطر منها شمال السعودية حيث ميليشيات الحشد في العراق ذراع ايران الاقوى اليوم في المنطقة